مرحبا كاتو معاكم امر سليم بيم مانجر واتشار بوجودي في المركز الدولي للدراسات والتدريب فرصة سعيدة ان انا التكري بحضراتكم من خلال المركز الدولي للدراسات والتدريب وان شاء الله النهاردة هنتكلم على التكنولوجيا البيم ونستقبل اسئلة وان شاء الله ربنا عنا ونجاوب عليها بازن الله طيب بداية كده هنبدأ انعرف ايه هو البيم وايه هي الفايدة منه وليه في اهتمام به يعني ايه هي فكرة البيم انها فكرة البيم ان انا بعمل موديل مطابق لي اللي هيحصل في الوقع واي مشاكل موجودة بابدأ اشوفها وابدأ افهمها اثناء التصميم ماستناش لحد ما تخلص وبعد كده ابدأ اشوف هتحل ازاي؟ ايه دي فكرة الموضوع البيم باختصار البلدينج انفورميشن منجمينت ازاي ادير بيانات المشروع طبعا كلنا يمكن سمعنا عن كلمة البيم وسمعنا عن الريفت وحصل خلط بينهم ايه هو البيم وايه هو الريفت فده اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي فكرة البيم باختصار قالوا هو ان انا بعمل نموذج مطابق للواقع الريفت ده برنامج بيطبق السياسة دي بيطبق الفكرة دي يعني نقدر نقول مثلا ان البيم مثلا فكرة ادارة المشاريع عندي فكرة ادارة المشاريع ان انا قادر اتحكم في المشروع ان ممكن يكون فكرة الاستدامة تمام؟ الريفت هي الاداء اللي يتحققل الموضوع دوت تمام؟ يعني ممكن مثلا تقول ايه ان الاستدامة او انا عندي مبادئ الاستدامة طب ايه الحاجة اللي يتحقق الموضوع الاستدامة ايه البرامج اللي ممكن نشتغل عليها عشان يتحقق الاستدامة هي دي الفكرة فالبيم بيش برنامج في ناس كده بتخلط بين البرنامج والسوفتوير البيم هو عبارة عن فلسفة او فكرة ممكن تعملها باي برنامج تمام؟ ممكن تلاقي برنامج زي ارتيكات، تيكلا، ريفت ممكن اتكاد ارتيكتشار اتكاد ديستراكشور وهكذا اهنا حضرتك بشان سؤال والف شكر حضرتك على الدعوة الكريمة الله يكلمك بشانت شكرا جزيلا تمام؟ طيب هي كانت من اهم الاسئلة موضوع ايه هو البيم قلنا بيلدنج انفورميشن منجيمنت بيلدنج يعني حم نتكلم على المباني لما حم نتكلم على موضوع البيلدنج يبقى احنا نتكلم على مباني kite Wirki المطارات كثيرا على الطرق كثيرا على خضر على المدن فنقدر نعمل مدينة زكية Viktor وده الجميع مهتمية بها ان احنا نعمل مدينة عندنا كل المعلومات بتاعتها نقدر نتحكم بها ونقدر نتحكم في الإنارة ونقدر نتحكم في المرور ونقدر نتحكم في كل حاجة بها من خلال المعلومات قوة المعلومات المعلومات اللي عندنا منقدر ندير بيها كل حاجة تمام يعني في مركز للمعلومات وعارف مثلا ان في اليوم ده في زحمة فيقدر يفتح شوارة معينة ويتشارة معينة موقف ان يتحكم في المرور اوتوماتيك من غير ما حد يدوس على الحاجة في سمارت سينسور بحيث ان لو حد ماشي ينير المكان اللي هو فيه بس مثلا لمبة قدامه ولمبة وراءه واللي هو فيه وخلاص وباقي الشريع فاضي ففيه برضو ان هو يبقى موصل بكل الاجهزة تمام يعني متوصل بكل الاجهزة اللي موجودة في كل البيوت بحيث لو حصل اي حاجة اللي قدر الله يقدر يستطر فيها تمام مثلا اللي حصل يعني مثلا من دمن الحاجات اللي موجودة انه فيه سينسور معين لو واحد مثلا معهم سدس وبدأ يطلعه وعارك شكل مسادس وعارك شكل الحركة عاملة ازاي فيبدأ يبعث للبوليس خلي بالنا فيه مكان فلاني ويفتح الكاميرا بحيث ان يعرف ان فيه خطر في مكان فلاني ويبدأ السيطرة عيد ده موجود في دول كتيرة جدا في دول اصلا لما طبقت الاسمارت سيت دوت ما كانش رفاهية الدول من امريكا الجنوبية قدرت توفر كتير انها قدرت توفر فيه استهلاك الطاقة وفيه استهلاك الانورة وصالح الكهرباء طيب البلدنج برضو احنا عندنا كمية معلومات كتيرايدين وتعبنا في عمل الموديل فاحنا بنستغله تمام اثناء ما احنا اثناء التصميم وبعد ما سمدنا وخلصنا الشغل كله واثناء التنفيذ وبعد ما خلصنا التنفيذ وبدأ انه في دارة المبنى بنقدر ناخد المعلومات دي وندرها ونقدر نستفاد منها بطير جدا في ان انت تسيطر على المبنى تعمل 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 فسالة منجيمنت بيستفاد منه انظمة الديم اس فلما بتعمل الموديل بيبعندك كمية تقدر تدير بيها المبنى وتقدر تقلل استهلاك الطاقة والسهلاك المية وتقدر تعمل ترشيد ليهم وتقدر تشوف كل المشاكل اللي موجودة وتقدر تعمل سيانة دورية تبقى فيه كده معروف ان القطع دي موجودة في الورفة الفلنية ومفروض ان بتعملها سيانة مرتين مثلا في السنة ويتعملهم تعديل في القطع الغير لما انت تكون بتعمل سيانة دورية ده بيخلي المبنى يفضل عشف فترة اطول بدل ما كان مثلا هيعيش عشر سنين لا ممكن يعيش مئة سنة عاملة زي جسم الانسان بالزبط زي جسم الانسان لو انت بتعمل له سيانة دورية وكل مسلا عشرة شهور مسلا او كل ستة شهور بتروح للدكتور خلي بالك انك مشكلة في ضغط عندك مشكلة تتكر عندك مشكلة في كزا تمام فبتبدأ انت تعمل سيانة للحاجات ديت فبتبدأ تاخد علاج لها ويا بس بتبدأ تظهر ما تسانيش لحد ما تتفاقم وتبدأ تفكر الله في حال تمام هي دي فكرة منشين الانفروميشن دي اهم حاجة بقى موجودة لو احنا عندنا كمية معلومات عن الحاجة اللي بتحصل هنقدر ندرها ازاي ادير حاجة انا مش قادر اعرفها ما عنديش معلومات عنها يعني لو انا عندي مشروع وانا ما عنديش المعلومات الكافية ما عرفش ايه السابلاير هيجيب الحاجات امتى طلبت منه المعلومات وما لها ليش تمام عندي الشغل موجود بس انا عمال اسأل على معلومات اللي كومنت مانجي منت بيش بيقولها لي عمال اقول له الحاجة دي فين الحاجة دي جات امتى الحاجة راحت فين؟ طب عندك اخر واحدة فيها فين؟ فده بيعمل لي هادر في الوقت بيعمل نوع من الوست وده من اخطر الحاجات انه بيعندك مصادر وبحصل فيها اهلاك. تمام؟ فلازم نعمل ترشيد ليه الوست دوت وده اللي هو ومن خلال كده بنقدر نوفر كتير جدا يعني تقريبا بيحصل الهلك في حدود 40% فلما احنا قدرنا نوفر ال 40% دول او 20% دول هيبقى توفير جامل جدا وهيبقى نجاح جدا للمشروع. طيب اهمية المعلومات التكمل مثلا ان احنا وصلنا على فيروس زي الكورونا اللي موجود دلوقتي. مشكلتنا فيه مش خطورته وقدم احنا ما عندلاش عنده معلومات. كل شوية تطلع ابحث وبعد تطلع ابحث عكسية فاحنا مش عارفين الان الصح. يقول لك انه مثلا بيهاجم الدم لا ده بيهاجم القفل الصادر لا ده البحث ده اه فيه غلطة لا البحث ده مش من تطور في الشروط. طب اه درقة الحرارة العالية السيف لما هيجي هيأثر عالي ولا بشيأثر. طيب المسافة اللي مفروض نسيبها ايه طب بيقعد في الهواء اللي ما عدت في الهواء. كل دي نظريات كل دي احتمالات وحاجة لسه جديدة وبش عارفين عنه معلومات. ممكن لما تعرف عنه معلومات تلاقي انه هو بارس سهل جدا وانه هو آآ نقدر بحبات مثلا انتخلص منه وهكزا. فمشكلتنا دلوقتي فيه نقص المعلومات. المعلومات من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا. لزلك مثلا عن الخريطة المعلومات. لو انت دي محطتش فيها معلومات تبقرتها ميتة. لو انت جبت الخريطة وبدأت تديه عليها. كده انت دخلت في موضوع الجايز. تمام احنا منتظرين ان الاسئلة بتاعكوا اي حد عنده اي سؤال في اي لحظة يكتبوا واحنا بنركز على الجابة الاسئلة ان شاء الله. وشكرا لحضركم من الكريم. الله يكمل. طيب. نكمل. طيب. احنا قلنا كده البيلدينج انفروميشن منجمنت او فيه الناس بتقولها موديلينج بس هو الاقرب للواقع المنجمنت. اننا بتركيز بتاعي على ادارة بيانات المشروع. عندك مية كبيرة جدا من المشروعات. احنا البنبغ عادة بتعمل فيه المشاريع اللي عملاقة. او ممكن تعمل في المباني الصغيرة برضو. بشيء مشكلة خالص. بس واحدة المباني الصغيرة بتبقى شابها بعض. انما انما ما يكون مبنى يونيك او غريب او حاجة ما تعملش قبل كده. بتبقى خايف انه يكون فيه غلطة في التصميم. انت بشيء اخبالك منها تهدي المبنى. فانت بتحتاج ان انت تعمل بعض المحاكاة. بحيث تتأكد ان المشروع ده هيكمل وش يحصل في مشاكل. على سبيل المثال البرج العرب اللي هو فيه المراض كان على جزيرة. وهي الامج عالية فممكن الامج دي تكسر الازاز اللي موجود في الزوار اللي تحت. طب نعمل ايه? فقالك احنا نعمل آآ محاكاة للموضوع ونجيب آآ نفق معين وهنمشي في مية وهنشوف الرياح عاملة ازاي واكتشفوا ان فعلا المية قد ممكن تكسر الازاز. فبدل يحط بعض الحجار اللي هي هتقلل آآ شدة الامج ديت. فالموضوع ده كلفهم تقريبا مليون دولار عشان يعملوا حاجة زي كده. لان هعملوها على الحقيقة بش عالكمبيوتر. تمام? فدي فكرة البن من. الحاجة اللي ممكن تتعامل على الواقع. ممكن تعملها عالكمبيوتر بنتائج قوية جدا. مدام فيه برنامج محاكاة قوي وستعمل قبل كده متأكد منه. ودي نقطة مهمة جدا نركز عليها. تمام? اللي هي ايه? مش اي برنامج يصغر جديد استخدمه. مش انا مثلا اشغال على برنامج تلعب فيه برنامج والناس بيبتقول ان هو حلو. اروح دايس فيه. وقول الشركة تتحول البرنامج دول. مثلا. على سبيل المثال. انت شغال مثلا ببرنامج. آآ ريفت ستركشور. تمام? وبعدك اتلع فيه برنامج اسمه ميداس. آآ برنامج الناس كلها تشكر فيه. انا مبالش حلوة الوحش. انا بديك بس امثال بين برامج. خلاص احنا النهاردة هنحول شركة من البرنامج ده لبرنامج ده. ممكن البرنامج ده يكون حلو. ممكن يكون وحش. ممكن يكون بيش قد الكلام. ممكن يكون معمول له شوعة الفاضي. فانت لازم تعمل تجربة البرنامج دوت على مشروعه جانبي. وتبدأ شوف النتاج بداحته. لو طل حلو. وفرق معيك خلاص. ابدأ استخدامه والتعامل عليه وكل حاجة. تمام? اقدر اطلع اهل من البرنامج انت شغال عليه او النتاج بتاحته وبيش مصوك فيها. خلاص اكمل على البرنامج اللي انت شغال عليه. زي برضو مثلا لو انت شغال على آآ آآ او توكاد مسلا الفين وعشر وجيه الفين وحدوش. تعمل ايه? لازم تجرب عشان 11 وتشوف المزايا. تشوف ايه الحاجات اللي يدفعك ان انت حصلتها بالبرنامج الجديد. وهكذا. يعني الموضوع عن البرامج دوت مهم جدا ان احنا نبقى حازرين فيه. مش مش سريعين جدا في تتبع التطور. اي حاجات تطلع وننح مجربها. ونشتغل عليها. وفي نفس الوقت باش مفاصلين على التطور. والناس كلها شغالة ببرامج حديثة وشغالين بحاجات. احنا احنا لسه شغالين بويندز سيفن مثلا. فتلاقي فيه فرق كبير في السرعات. لا احنا بنتبنى التكنولوجيا اللي هتفدناها. تمام? بنشوف احسن تكنولوجيا موجودة وبنطلع على التكنولوجيا اللي الموجودة. ونعمل لها فلتر ونبدأ نشوف اللي هيفدنا. طيب. بالنسبة للموضوع البيم. انا منتظر الاسئلة. فعود اراجل حد ما حد يسأل. ماشي طيب. بالنسبة للموضوع البم. باللاقي ان هو فيه تبني كبير جدا. والحكومات بدأت تتبني. زي مثلا بريطانيا من اول الدول اللي تبنته. الدول الكومن ويلس عندك فنلندا. عندك ديرمارك. النرويج. امريكا تبنته في المشاريع الحكومية. في استراليا. وعندك كوريا الجنوبية بشي الشمالية. دول العسكرية ما بسمعها الشلقة بالبم خالص لان هو طبق نفس خلص. ما فيش منقشة. الامارات في دبي اجباري وفي باية الولايات او الامارات بدأت تتسبنى قطر في مشاريع الحكومية. في استراليا فورة قوي جدا في موضوع البم دوت وعمل شغل كويس جدا. طيب. في سؤال من البشماندس محمد كامل استاذنا الكبير. بيقول ازاي كنت سرتفايت للبم. طيب سرتفايتة البم كشخص تختلف عن شركة. كشركة موجود دلوقتي في شهادات اللي هي ان انت تشغل بكود ايزو تسعة عشرة عفل ستمية خمسين. تمام? الموضوع بسط جدا. نول ايزو تسعة عشرة عفل ستمية خمسين. سهل ومفرش اهم شكل. قريب قوي من البي اس البي اس البريطاني. وبيتناول بس ايه? ايسف. وبيتناول بشكل بسيط ازاي تنظم اللي فاتب تحتك. فسهل جدا ان اي حد يتبنى البم ويمشي عليه. يعني ما فوش كلام كتير. يعني لو شرحناه ممكن نشرح مثلا في في نص ساعة تلاقي الموضوع كل خاصة. بيتيجي الناس من الايزو. ويقول لك بتاع الملفات وريني انت اشتغلت مشروع او اثنين او او تلاتة. تمام? ووريني انت بنظم الملفات بتاعتك ازاي? يعني بيقول لك نظم مثلا الملفات بتاعتك اربع ملفات. الملفات انت تشغل بها هتباسمها وركم بروبس. الملفات اللي انت بتشاركها مع زمانك في الشغل بتحطها في شرط. الملفات اللي انت هتبعتها برا دي اللي هبابش. ولازم كل فترة بتبع حاطة الاركايف. واخد باكوب ليك. تعم? اربع ملفات سهلين مجرد بس تفتح الفولدر. ريت كليك نيو فولدر وتسمي الاسامة ديت وتبدأ تنظر الملفات. وتسميت الملفات. تسمي مسلا تسمي اسم المشروع بتاعك بتقسمه. اسم المشروع اسم اللي بيعمل الموديل دور الكام وهكذا. الموضوع بس خلص. يعني موضوع تنظيم الملفات ده مفوش حاجة صعبة خلص. وخلص كده الشركة بتاعتك معتمدة انها شغالة بالايزو تسمية خمسين. وده اهالة انها هتقدم على مشاهدة كتيرة. تمام? اه ده بالنسبة لشهادة كشركات. بالنسبة لاشخاص عشان نكون صراحة. في اماكن كتيرة بتقدم مشاهدات معتمدة للبين. تمام? زي اه في بريطانيا في الارايس اي اس في البري فيه اه كزا جامعة زي ميدل سيكس هارفورد بتقدم الحاجات ديت. تمام? بس اه للامانة اسعارهم غالية جدا. اسعارهم غالية جدا. وتلاقي المعلمات اللي فيها قليلة. تمام? اه طيب. فالانسب ان الواحد ممكن ياخد شهادة من من اوتو ديسك. اه ليه انت ممكن تاخد شهادة بتاعت الريفت هتلاقي في شهادة حضور ودي الصراحة ما لاش قيمة قوي. ان انت حضرت الكورس. تمام? لان ممكن يكون حضرت الكورس وبش مركز بش كاهم. انا فيه مسلا ممكن يكون حضرت حاجة بش اه بش مستمتع به. انا حضرت مثلا البي امي بي. ومستمتعتش به غلط من انا بش من ال بش بش بعترض على الداني الكورس ولا على الكورس ولا حي خالص. لأ انا لعب عندنا. لات. كان نزر كتير و سبعة واربين عملية لازم انا نفذهم عشان احفظهم. انا بحب نفذ. لو انا بنفذها في شغلة عندي. احفظهم. ما بنفذهمش. تاني يوم هنسيهم. حماها محاولت. تمام? فهي شهادة في شهادة في اوتي ديسك. شهادة حضور وفيه شهادة امتحان اللي هي بس ما بففشنا. ودي بتعتمد بش على حاجة قد ما انت اشتغلت دي. اللي امتحان سهل جدا. بس الاسئلة كتيرة في وقت قليل. فمحتاج ان انت تكون مارست واشتغلت مشاركة كتيرة. عشان تقدر تحلل الاسئلة ديت. تمام? او اي برنامج تاني غير فتوكس. كل برنامج بيبقى ليه شهادة خاصة بيه. الاركي كاد بيبقى ليه شهادة خاصة بيه. وهكذا. فان انا باخد الشهادة ديت ده بيسهل عليا. بيعرف الشركة ان انا اشغال في حاجات دي ففيه حاجة من يعني حاجة من اثنين. لما الشركة دي شغلة بيم فعندها حد فهم بيم فايقدر يمتحاني. وساعة هيقول لا سيب الشهادة على الاركامب وانا هاديك حاجة بسطة جدا تعملها. الحاجة الثانية اللي هو مفيش حد عارف بيم فبيعمل ايه بيعتمد على. بيعتمد على انه هو معاك شهادة او لا. على سبيل المثال لو اقولوا لي مثلا عايزين اعين حد في قدارة المشاريع او حد في الاستدامة السستانيبوليات. فانا ما عنديش المعلومات الكافية فبقول له انت معاك شهادة ايه. معاك شهادة بيم اي بي. اه طب تعالة. ايه طب تعالة. ايه طب تعالة. اي 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 بي. وهكاسة. تمام؟ طيب ايه دي بالنسبة للموضوع للشهادات. ليه لغاية دلوقتي موضوع البيان مشروعاتها قوة نتائجه بش ملموسة في المشاريع الكبيرة في مصر ودوال الخليج. لأ في مشاريع حلوة جدا اتطبقت فيها وهو قلت مثلا مطارة بصابي. تمام؟ انا ما شغلتش فيه بس المشروع اتعمل بشكل كويس. وممكن تسألها حد شغال في المشروع دول. هتلاقي ان هو عمل نتائج ملموسة. وفي مشاريع كتيرة جدا بس ده من ابرازهم يعني. طيب ليه بيش. ليه بعض الاوات بيطلعش نتائج اللي همتصورينها. لأ ليه اسباب كتيرة جدا. تمام؟ ممكن يكون تبني البيم تم مش بشكل منصق. يعني مثلا ايه. احنا هتبني البيم. طيب ازاي هنشتري اجهزة ونصطب عليها البرنامج. طيب وبعدين بس كده خلاص كده احنا هنبدأ نشتغل. فلأ فيه قواعد معينة لتبني البيم. لو احنا مشينا عليها مظبوط هيبق فيه بيم مظبوط. على سبيل المثال لازم يكون عندنا بيم ماننجر الشغل فمشي راحب بكده بحيث لما تواجهنا مشكلة يقدر يعمل لها support. انما بالعفوانة او بالفكاقة ما بتمشيش حال. بيحتاج حد يكون عند خبرة بحيث ان هو يساعدنا في الموضوع ده بطريقة. بدليل ان هو عمل نتاج قوي جدا مثلا في سنافورة. في مشاريع كثيرة جدا في السعودية وفي قطر وفي الامارات عملت نتاج كويسة. وفي مصر برضو مشروع مول مصر ومشروع المتحف المصري ومشروع الى العالمين كان فيهم شغل كويس لحد كبير في البن يعني. فالبن محتاج يكون معك فريق معك ناس فكري نفسي مختلف يعني ايه. الفكرة نحن تعودين عليه ان نكتم المعلومة ان احنا ما نشاركش المعلومة مع بعض. هو لا هو معتمد ان انت ما بتمنعش المعلومة او بتخزن المعلومة لا في سيرفر. عليه كل المعلومات في كل الناس بتشارع عليها نفس المعلومة. لو احنا ما عندناش للثقافة ديه. اه بهم يشيفدنا بحاج خلص يعني يا بهم اعتمد على تشاركوا المعلومة والناس كلها تبقى عارفة المعلومة ومحدش يكتم المعلومة والمعماري والانشايا والكهر ومكانيكرا. حتى لو الشركات مختلفة فهدفهم نجاح المشروع. فتلاهم كلهم بشاركوا المعلومة. انما لا ده تلاقي مثلا المعماري شاركة معلمات مع بعض. فممكن تقع. او ممكن لنفس الشركة بس ايه اقسام مختلفة وبنفسه بعض وكل واحدة يثبت انه هو اللي كويس و والمشاكل اللي بتحصل اللي انت عارفينها دي. ده كده كده بشي نفع على البيم. البيم بيعتمد على منهج من منهج الادارة اسمه الاي بي دي. انتجريتد برويجيك ديليفيري. انتجريتد برويجيك ديليفيري. عبرة عن ايه? ان احنا من اول يوم في المشروع احنا كلنا بنتعاون على نجاح المشروع. من اول يوم في المشروع بيبقى موجود. المالك مع الاستشاري مع المقاول. مع الفسالة منجمت. قبل الفسالة منجمت ده في اخر مشروع. ما انا بشي استنى لحد ده باخر مشروع. وبعد كده قل لا الحاجة دي بشي تنسبني. انا عايز برامج معينة او عايز متيريال معينة او نوع الازياز ده يعمل لي مشاكل غيره. لا تعال من اول يوم وخليك موجود مع انا. ولو في حاجة بشي مناسبك قل لنا. بتاع الاستدامة او السستينابلتي او الليد او البريم. الليد في امريكا والبريم في بريطانيا. وفي مصر عندنا الجريم برامجز. الجريم برامجز بيدي نقطتين لو انت شغال في بيم. ها سيجد. ايسي. وبيديك تلات نقطة لو انت شغال بيم مع الانستدامة. اربع نقطة لو انت شغال بيم مع الافيسات الثمانيج. فبيفرق كتير جدا لو انت. المعتمد في ال 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 بيم هتلاقي ان هو الفرمعك كتير قوي. ولو انت شغال الانتجريد البروجيك ديليفري بيبكوز جدا. انتجريد البروجيك ديليفري. بيفرق في ايه بيفرق ان ما فيش حد بيارب المسرعة التانية. لا احنا كلنا في شبكة واحدة وكلنا منحاول ننجح المشروع. كلنا منتعاون على نجاح المشروع. تمام? ايه الاستفادة اللي احنا ممكن نستفادها من البيم حقيقة ايه كل واحد في المشروع بيستفاد حاجة. واكتر واحد بيستفاد اللي هو المالك او المشغل او اللي هيخد الممنى يديره بعد كده. تمام? اللي هو الاونر الاخير. ليه? لان انا بتديله المبنى بدل ما كان هو عمل حسابه ان هو هيعود تلتين سنة اربعين سنة. لا ممكن نخليه يقعد مثلا متية تلتين سنة من خلال ان احنا مجهسين المعلومات الكافية لطاقة وادارة المبنى بشكل قوي وبشكل سري دي وهكذا. المعماري بيستفاد ان هو بياخد سكاشن كتير بسرعة. اه قطاعات طبعاً حاجة كثيرة ولكن هذه من أغلب الأشياء المعماريين بيعجبهم في فضوع هذا البيام الموضوع الماتيريال الممتاز جداً تلاقي خصائص كثيرة للماتيريال لو أنت عايز تعمل سستانبيلتي هتلاقي أدوات كثيرة وهو يتكامل مع كل برامج السستانبيلتي يعني عندك أي برامج برامج السستانبيلتي أنت بتعود تشغيل عليها مثل زين بيلدر مثلاً بشبالك رمية لا كم شغل عليه وهتاخد بس الموديل من البيام الجاهز أقولك بدلاً ما تقوم بترسم الموديل تفضل يا سيدة الفاضل الموديل جاهز ابدأ اشتغل عليه ولو فيه أي ملحوظة قلنا عليها تمام؟ فيه أي سئلة أو فيه أي حاجة مش واضحة مثلاً الـ M-A-B بيستفد في موضوع كلاشات عندنا كلاشات بدل ما تظهر أثناء التنفيذ ويبدأ يبعث لك ده فيه مشكلة وفيه كذا لأ وانت شغال بتبقى المشاكل تظهر معك أثناء التصميم وأثناء الفكرة فتبدأ تخلي بالك وتبدأ تصلحها أثناء ما أنت بتصمم فتكلفة التصديح ما أنت بتصمم زيرو عكس تكلفة ما أنت بعد ما عملت مثلاً الكاميرا فوجيت أن فيه مصورة ماشي هنا فأضطر تكسر الكاميرا أو تكسر المصورة ودي تكلفة بالسهل فيه حاجة برضو مهمة قوي موضوع الحصر موضوع تحديد التكلفة فيه ساعة أول ما يبدأ المشروع الرجل يقول لك بص أنا عايزك تعمل لي ملبام دا وتقول لي التكلفة كام بالضبط ويجي هات حاجة ثانية يعني مش عايزك تقول لي كلاشات ولا عايزة خالص عايزك بس تقول لي التكلفة كام عشان عرف في المشروع ده هيبقى مجد معي أو لا هيدخل المشروع ده على كام يعني المشروع ده مثلاً هل مليون دولار كفاية ولا ولسه هيدخل مناقصة فلو عمل رقم كبير قوي ممكن المشروع يتر منه لو عمل رقم قليل ممكن يخسر فيه فهو عايز يعرف تكلفة المشروع وهيزود الربح بتاعه تمام يحط نزفة الربح بتاعته عشان يعرف ياخذ المشروع مستريح ويكون ضامن ان هو يكون في ربح كويس في مثلاً دي موضوع التكلفة موضوع السفتي ان انا ممكن اعمل شخص يبقى ماشي في قلب الموضل ولما يكون فيه فتحة الشخص يوع فيها فناخد بالنا ان فيه مشكلة في المكان دوت او فيه هازر في المكان دوت فنحطه مثلاً سور فانو معك كتير من المخاطر في السفتي فبنبدأ نعمل لها ونبدأ نشوف المشاكل فين ونبدأ نشوف الحلول بتاعتها ايه ونعمل خطة لسفتي منشمت ده من خلال البرامج بتاعت البامي اوه يديني الموضل بتاع البامي فممكن تساعد منه في برامج كتيرة واستفادات كتيرة جداً ممكن يكون عندي جدول زمنية معمولة على البرامافيرا او او ام اس برجيت فانا ممكن اربط الموضل بالحاجة تجيب بحيث ان انا باشايف المبنى هو بيد مني خطوة خطوة انا بمتخيل ايه الحاجة اللي قبل ايه يعني هل انا مثلاً احط المكان الاول ولا هابني الحيط الاول ممكن يكون عندي مكان جبير اقوي فعشان تدخل لازم يكون فيه الباب المعمول هابي صغير فلازم تدخل المكان اول بقيتها تقفل مثلاً انا سيب المثال يعني تمام فانت تبدأ تشوف ايه الحاجة اللي قبل ايه مثلاً هل دي هتبقى دي قبل دي فممكن في الجدول الزمن ما يكونش واضحة انما لما تبدأ تعملها بالفور دي في البم اللي هو ان انا بزود الوقت على المبنى بدل ما المبنى ثابت تمام بدل ما هو مثلاً كده لا هشوف مثلاً جزء جزء بيظهر قدامي فالناس تتخيل ان الحاجة تبقى عاملة زيه ويتبقى كواسة جداً ان كل الناس تبقى عارفة شكل مبنى ايه بعمل ازاي شكل مبنى وانحنا بتبني ايه بعمل ازاي فده تبقى حاجة قوي جداً زائد بقى نخش مثلاً في موضوع الاستدامة موضوع الاستدامة كويس جداً بسبب ايه ان احنا بننظم الشغل بتاعنا بننظم الماتيريال بتاعتنا يعني ممكن ان يكون فيه ماتيريال معينة لما تعمل لها المحاكاة تكتشف ان فيها مشاكل تمام فتبدأ تشوف الاني ماتيريال اللي هتناسب المبنى ده وتممكن فيه ماتيريال تناسب استعيد في الجو الحر وما تنسبش الجو بتاعنا هنا مثلاً في القاهرة او في اسكندرية فتبدأ تحط الماتيريال المناسبة للمشروع بتاعك تمام لو اي حد عنده اسئلة يسأل انا عملا رغي حد بحد يسأل بحيس ان احنا بدأ نتكلم في انتظار اسئلاتكم لو اي حد عنده اسئلة تمام طيب اه ممكن مثلا في الاستدامة مركزين مثلا على موضوع القهربة مثلا تمام فانت ليك كزا طريقة ان انت تتوفر بها القهربة على سبيل المثال انت لو قفيت المبنى مثلا بتاعك عشرة درجات فالشمس هتدخل بشكل افضل فيبقى فيه انارة طبيعية فدي هتبقى كويسة جدا لو انت مثلا لفيته برضو درجة الحرارة هتبقى مواجهة للشمس فهتبقى كويسة طبعا ده حسب المكان وحسب الماتيريال المستخدمة حسب الحلوة الزجاج ولا حيطة ولا ولا تمام فبتختلف كتير جدا فانت بيوفر عليك وقت قوي انت تعمل التصميم من خلال البن وبعدين في البن دلوقتي بيفي حاجة اسمها يعني حتى اصبحت متوفرة اه اوتوماتيك في قلب ريفيت عشين وحد عشين بقى موجود فيها اللي هو عبارة عن ايه الجنراتف ديزاين ان انا ممكن ان ادلوا معوامل معينة اقولو انا عايز اوصل لحاجة معينة انا عايز اوصل لمبنى يكون دربة الحرارة فيه مثلا من كزا كذا او توفير الكهرارة فيه من كذا او عايز مبنى يسيع مثلا الف شخص بديلوا العوامل والمحددات اللي قدر اشتغل عليها وبعد كده هو باب بيبدأ يشوف اقول له مثلا ايه انا عايز المبنى يسيع الشخص ويكون مثلا من عشرة دور لخمساشر دور مثلا فهو بيبدأ ادرس العوامل ديت ويبدأ يجيب لي عشرين تلاتين تصميم ويبدأ يقارن بينهم بالعوامل اللي انا هتهاله ويبدأ يقول لي افضل تصميم هو تمام وانا بابدأ اشوف التصميم ده هل هو مناسب لي ولا ممكن اشوف التصميم قريب منه فدي بتبقى جميلة جدا وما تاخدش وقت لو انا حاولت ان انا اشوف افضل تصميم فاحنا في العادي بنعمل مثلا ثلاث او اربع تصمات مثلا بالطريقة العادية وكل واحد فيه مناخد له مثلا ثلاث اربع تيام وبعد كده ابدأ اقارن بين النتاج الى ثلاث بينهم واختار واحد فانا اقارنت بين كام بين ثلاث او اربع بدايل ممكن بقى من خلال الكمبيوتر في خلال مثلا عشر دقيق مثلا طبعا حسب جهازك ممكن جهازك يكون سريع يكون ديئة واحدة تقارن بين الف اداء او الف طريقة او الف اسلوب وتقارن بينهم وانتختار الافضلين تمام سنعرف تمام ففيه حاجات كتير جدا فيه السدامة يعني لو جينا نتكلم على السدامة هنلاقي عندنا السليم مثلا زي الليد والبريم بيقيس بعض الحاجات فممكن حاجات دي نقسها تمام ونشوف من خلال بيم ازاي نوصل لافضل حاجة فيها فبحيس ان انت تقدر تهاجدها الدهبي او في الليد بيسلوب مستريح تمام لو اي حد نعنده اسئلة طيب اه دي من ضمن الحاجات القوية في موضوع البيم لو احنا برضو شفنا موضوع الفسلة مانجمي الفسلة مانجمي انت من الحاجات القوية جدا اللي هي ان انت تقدر تدير المبنى والجميل فيها ان مش كل الناس عارفاها فانت لو عايز تتميز بحاجة ممكن تتميز في الاستدام من خلال البيم او او ضمن الحاجات من خلال البيم او الفسلت من خلال البيم او انت بتتكلم في حاجة اصلا مافيش كل الناس تتخرجها فانت يعني سهل تتميز فيها تبقى من الناس القليلة جداً اللي متكون الموضوع دوت. موضوع الفسالة من خلال البيم. إن ما استناش إن حد تحصل عندي مشكلة فيبعث لي. لا ده هي أوتوماتيك. أول ما تحصل مشكلة يبدأ يبعث لي رسالة مثلاً على الموبايل أو على كمبيوتر أو يبعث دايركت اللي بتاع السيانة في الغرفة الفرنية فيها مشكلة وعايزين حد يصلحها. تمام. طيب الباشواندست عطى أحمد بيسأل في بعض المشاكل بتقابلنا في خراج اللوحات التنفيذية شوف دروين مخاصة الإنارة من برامج زي الريفت. طيب. آآ لو أنت بتتكلم على القهربة والإنارة ففي أدنس بتدي قوة حلوة جداً تمام؟ في أدنس كتير لو دخلت على الأبس بتاع الريفت هتلاقي حاجات اللي حصل عليها فانت لازم زي ما قلنا ما تسطبش كل حاجة ممكن تسطب واحدة واحدة وحسب تقييم الناس على جهازك الشخصي على جهاز خارجي على مشروع غير مشروع المسيغال فيه وتبدأ التجربة. أنا بنصح بيه حاجة طبعاً فيه سيركل وفيه حاجة كتير قوي قوية جداً بتعمل لك موباشر درونج ده بشكل قوي جداً. في برنامج بقى خاص بالكاهروميكانيكال اسمه ماجيكات ده بنامج فنلندي اشغلت عليه وطلع نتائج خطيرة جداً. الناس بكل ببساطة ودي بقى همية البرمجة نتكلم عنها. الناس بكل ببساطة عملوا ايه? قال لك احنا مش نعمل برنامج نفس للريفت. احنا هنعمل برنامج يشوف ايه اللي الريفت ما بعملوش. واحنا نعمله. على سبيل المسائل. الريفت فيه مشكلة خطيرة جداً وكلام الفاكس هذا مرة مع وقت ديس. وبسيطة جداً يعني سهل نتحل. ان هو مش بيصدر اكسل اوتوماتيك. يعني لما تجي تصدر الاسكادولات لازم تصدر واحد واحد ويصدره تيكست وتحول تيكست ده لأكسل. وده بياخد وقت كتير جداً. تمام? لأ اه اه هناك بقى راح عاملين اداة دسعة زرار راح جايب لك قايمة وكل لأكسل تعلم عليهم وتقول لك سبورت راح مصدرهم لك اكسل بتنسيك شو قوي جداً بشو حلو. والتيتل اللي فوق اخد لون ده بألوان وهكذا. موضوع سهل جداً ولو سألت اي مبرمج هيقول لك الموضوع ده ما يخدش منه مثلاً سعف البرمجة اللي هو بيبرمج جواه الرفت. تمام? بس هم بدأوا يشوفوا ايه الحاجات اللي مش موجودة. دي ابسط حاجة ما ما عاملنا. تقدر تعمل امبورت واكسي بورت ليه الاسكادول. يعني عندك اسكادول مثلاً. فتقدر تعمل اكسي بورت ليه وتعدل فيه. طبعاً تعديل على الاسكسي اللي وبعدكها تعمل له امبورت تاني. فدي من ضمن المزايا القوية جداً في الادنس. من ضمن الحاجات برضو اللي هو ما عاملنا جميلة جداً. هتعجبك ان انت ممكن تتحدد غرفة روم او سبيس. الفرق من روم والسبيس الروم بيبقى فيها المعلومات الخاصة في الغرفة زي اسمها ورقمها. وارتفاحها. بس. انما الاسبيس بيبقى فيها حاجات خاصة بالكهرباء. حاجات خاصة بالانيرجي. حاجات خاصة بالتكييف. تقدر تضيف حاجات كثير جداً في موضوع الاسبيس. الاسبيس بتبقى اقوى. وحاجات خاصة بالكهرومكانك الاكتر. اما عاملين مثلاً انت ممكن تحدد سبيس وتقول له وزعلي فيها اللايتنج. فبقاعدة مثلاً معينة. المساف بينهم كذا وكذا وكذا. او تقول له مثلاً ووزحهم لي حسب الكود بتاع امريكا او كود بريطانيا فهو ما تديك اكواد. ما غير ما تكتب حاجاتها. الاكواد جاهزة. فيروح ما وزع لك حسب الحاجات دي. مثلاً لو انت عندك sacukler.кими حسب الكود مثلاً الف TBA. سمسلاً ما تقلش عن كذا ومزيتش مسلاً عن 3 متر. ويمكن مساف بينه وبين الحيطة. ما ازرش مسلاً عن 1.5 ومتقلش عن 1.5 متر حسب الكود اللي انت شغال عليه. فيعملك الحاجات دي كلها وبعد ذلك تقول له وصل بينهم. فيروح ما أود捕لك بينهم ومسير قضيك اكثر من اختيار. وبحيث ان انت تختار اللي افضل لك. فدي بتوفر عيبات كتير جدا. لو انت بفضل تعمل الموضوع ده هتلاقي ان هو بيسهل عليك كتير جدا. فهو بيعمل اللي الناس محتاجه. ممكن تكون في مشكلة مثلا كلاش معينة. تمام? هو يبدأ يقول ليها يقول لك طب انا ممكن اطلع بالمصورة دي. ويجيب لك مسلا المصورة اهي. ويقول لك في مصورتين خطين طب انا هطلع كده وانزل واعمل. تمام? لو المصورة بتاعت الدرين طبعا مش هينفع على الموضوع داوت. فهو يبدأ يجيب لك حلول تانية غير كده. يا حركة يمين حركة شمال. يبدأ يديك مسلا خمشة حل انت بتبدأ تجرب وتشوف افضل حل في ايهم المناسب للسيستم بتاعك. فهما حطين في اصلا نوع من انواع الزكاء السنوعين. تمام? هي دي فاكرة البرمجة. طب البرمجة دي ما احنا ممكن نعملها داخل الاوتوكاة يعني. الاوتوكاة اصلا بيتبرمج بكذا حاجة. بيتبرمج بلوتو لزب. تمام? وممكن تبرمج بأكثر من حاجة يعني. بس هم دول اللي تندقسين. بس انت بتتعامل وانت بتبرمج جوه الاوتوكاة ان انت بتتعامل مع خطوط و اكواس فا ما بتلاقش حاجة. معنى لا بتستفدش حاجة. بتاخد وقت كتير جدا عشان تعمل تقول له مثلا دي مصورة مثلا. بتاخد وقت رهيب جدا عشان تبدأ تفهمه ان انت شغال مثلا بلاومنج او شغال تتيف او شغال قهربة. تمام? انما لو انت شغال في الريفت لأ خلص انت اصلا بادئ هو عارف الحاجات دي كلها. فانت بتقول له بس ايه? اه دول وصلهم ببعض او دول مشون كزا. فانما بتجي ببرمج جوه اي بنامج ببرامج البيم سواء اركيكات تيكلا والنفسوركس اه ريفت كل الحاجات ديت بسهل جدا. تمام? ليه? لان انت عندك البزرة موجودة وعندك الاساسيات اه موجودة. تمام? خلينا نتكلم بس ايه نافذة كده على موضوع المعلومات. موضوع المعلومات خطير جدا. لو انت عندك المعلومات الصح تقدر تعرف تقدر المبنى. احنا عندنا معلومات كافية عن اماكن تشهر الفيروس وموجود فين ومش موجود فين. والحاجات دي كلها نقدر نسانتك بعض المعلومات. اللي تفيدنا ازاي ندع عليه. يعني كان زي ما مسلا فيه المالاريا. فلما بدأنا نحط خراطي جاي اس. طبعا ما كانش بالاسم دوت. ما كانش بالمع بعض. فلان ان هو بينتشر في الاماكن اللي بيبقى موجود فيه نموس. فبدأنا ان نشوف الموضوع دوت. ومنتشف فعلا اه ان احنا لو قاضينا عن الناموس. هنقضي على المالاريا ديت. وفعلا ده اللي عملوه. شافوا الاماكن تاع البيض النموس. اللي تبقى على مياه الراجدة. وبدأ ييضوا عليها. فانتهى المالاريا رغم ان هو فضل سنين كترة جدا. تمام طيب. سؤال من استاذ الفاضل محمد اشرف. طيب ازاي يوصل ان اكون بيم منجر طيب بص اسدل الفاضل. عشان تبقى بيم منجر. اول شخص بتبدأ من الاول خلص. اللي هي تبقى آآ موديلار او بيم انجينيرينج. ان انت تشغال بالبيم. في القسم بتاعك انت بس. يعني انت مسلا مهندس انشائي. فانت مطلوب منك ان انت تبقى عارف برنامج واحد من برامج الانشائي. عندك مسلا تيكلة عندك ريفت استراكشور عندك ميداس. البرنامج اللي الشركة شغلة بيه. مصدقني لو تعرف برنامج واحد سهل جدا بتتعلم التاني. بس قبل متعلم التاني ايه سأل نفسك? ان انا هتعلمه ليه? انا هتعلمه عشان راح شركة شركة كلها شغلة بيه? خلاص انا هتعلمه. تمام? اه انما كتر البرامج بتلهبط وتعلم المشاكل. بتلاقي نفسك اصلا مش قادر تحفظ الاختصارات. فهركز على البرامج اللي تعملك المهمة بتاحتك. يعني مسلا انا مسلا مطلوب مني ان انا اشتغل في الفورتي. ايه البرامج القوية في الفورتي? السينكرو ونفس وركس. طيب انا هاخد نبزة على الاتنين وشوف اينا الافضل واشتغل بيه. ممكن يكون ده افضل في حاجة او ده افضل بحاجة. هاخد الافضل من انا او الافضل من انا. انت مسلا بدأت بالموديلر مسلا رفت استراكشو. خلاص انت شغل بيه او تيكلا. طيب بعد ما شغلت تيكلا. خلاص انت بش محتاجة البرامج التانية بش محتاجة. لو شركة محتاجها او هتتطرد تشغل بيه خلاص تعالي. يعني مش بكتر البرامج. مثلا لما بدنجل التعاكل عن جرافيك عن سيد دي ماكس وعندنا موية وعندنا وعندنا وعندنا. هل انت محتاج كل ده? لا. انت مجد براجب بتاع جرافيك شوتر جدا. انت عارف برامج واحد بس. بس عارف كويس. انما لو انا عارف كلهم. اللي بيعرف كل حاجة باش عارف حاجة خلاص. بيبقى مشتت. تمام? طيب. البيم منجر لازم اول حقيقة بقى اشتغل فترة مثلا ببيم انشينيرينج وبعد كده بيطلع ببيم كوردنيتور. مسؤول ان هو ينصك بين الاقسام. مسؤول ان هو ينصك بين الاقسام. ان هو مسلا بيبدأ شوف كلاشات ويقول للشخص ده انت كلاش دوت مسؤوليتك ان انت تتعدل. تمام? يعني فيه كلاش بين الانشائي والتكييف. من اللي حرق? تمام? نبدأ نشوف. غالبا التكييف هو لا حرق. طيب بين المثلا فارق العارف مثلا مع اسبرينكل. رأي اسبرينكل صعب يتحرك لان هو بحاجات معنا. فنحرك القرار مش مربوط بحاجة. بين مثلا. يعني كل حاجة بنبدأ نشوف ان فيهم اللي يتحرك. مثلا الانشائي مع مع الانتريرو ديزاين. لا الانتريرو زر لازم يعني ما نفعش كورسي مع عمود. ونقول لا حرك العمود عشان كورسي. لا سهل ان احنا نحرك الكورسي. اللي بقى لو المعماري بلطاقي والحاجة هو اللي هم بيجي تحرك خلاص. دي دي موضع تاني. طيب بعد كده هتخش ببيم منجر بيبقى خلاص واحد عند الخبرة الكافية. ان هو يعمل صبورت للفريق وصبورت للناس كلها. اهم. وبيحضر الاجتماعات وفاهم المشروع ده مسلا هاخد كام مشروع ده هتكلف كام. هياخد وقت قد ايه بيقدر يدي اجابة على الاسئلة للمالك. يقدر يعمل للمالك. يقدر يقود الفريق. يقدر في العام كل يعرف كل البرامج. كل واحد بيبقى عارف اسم البرامج مثلا. او همركز على ثلاثة اربعة برامج. والبقى يعرفهم بس ايه اسما. طيب اتكن الحاجة يعني. اللي ماما علينا بيطالب كل كلمة كل امريم ما يحصل. يعني انا اتقنت برنامج. وخلاص بيه كويس وعايزة انا عبرنامج تاني اللي الشركة عايزها او شو اللي عايزه. مفيش مشكلة خلاص بيدخل على اللي بعديه. خلاص. عابت سنة سنتين تلاتة اتقنت البنامج وعايزة ادخل لو واحد تانية مفيش مشكلة. تمام? بس هي بش بكتر البرامج. تمام? طيب. اه طيب لو انت عايزة تدخل في البرمجة. يعني في واحد يقول لك ايه اللي لازم البيت مانجر لجوم ببرمج. لا بش شوط بش بش لازم. او ممكن تدخل في الدينامو. وهتلاقي شرحانة بالدينامو بالتفصيل على البيت مقرابية. هتلاقي الموضوع بش محتاج منك اه 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 حفز الشفارات وفتيعة. الدينامو هتخليك تقدر تبرمج الحاجة اللي انت عايزة. وتفتح لك باب ان انت تدخل في البيتون. وبعد كده لو انت عايز خلاص بقى حبة البرمجة عايزة تدخل خش بقى في استي شارب. تعلم استي شارب العادية. وبعد كده خدش في استي شارب اللي هو البرنامج. يعني في حاجة اسمها اي بي اوي. دي بي تربط بين استي شارب والبرنامج. خليها الخطوة دي في الاخر. تعلم الاول ان انت تعمل برامج دي سكتوبة مثلا بحيث ان انت تتفاهم فكرة البرمجة واوا وبعد كده تتنقل بقى الخطر بعد كده. طيب بمناسبة العمل من البيت بسبب الكورونا. افضل حولوه حدارك جردتها وترشح حينية تارية. طيب اه خصوصا انا شغال في الريفت مع مجموع المفروض ان ما هم شغلينه مجموع واحد. طيب الافضل اه الافضل في موضوع الريفت. اه بنت اتو مستين. بنت اتو مستين مخصص لكده. البيت بنت اتو مستين. في كزا حاجة. في حاجة خاصة اللي هي وعبارة عن تنظيم الملفات. وفي حاجة اسمها او بيسموت زين. ده عبارة عن ان احنا بنعمل على البيت بنت اتو مستين. يعني بدلا ما بتعمل على الكمبيوتر عندك او على كمبيوتر الشركة او سرفر الشركة. لا بتعمله على اهلك. فده بيبقى ممتاز جدا. تمام? طيب. اه. الحاجات الثانية. في مثلا الناس بتصطب جوجل درايف. جوجل درايف. بيبقى مستو ان هو بشكلفك حاجة. يعني حتى لو انت اشتريت نفس خاصة ليا او اشتريت مساحة واحد تيرة. بيبقى لا شيء. بيبقى رخص جدا. تمام? اه. طيب. اه. في مثلا الناس بتصطب VBN. انا صراحة جربت ال VBN وليته ممتاز وده اللي انا شغل بي حاليا. اه. في VBN ده بيعمل لك شبكة وهمية بتقدر تدخل على الشبكة بتاعت او سرفر بتاع الشركة عندك. وبدون امشيك خلص. ده انا شغل بيه وما كوش امشيك خلص. ده اللي احنا اختيار اللي احنا اخترناه في الشركة اللي انا شغل فيها. تمام? اه. ان احنا بندخل على اه. الشركة عندنا مشغل بيه. فيه ناس بتشغل بحاجة اسمها اني ديسك بس بطيء جدا. وش بش عملي. تفهم? بيبعمل زي. ان انا. كان انا بفتح كهاز تاني وابدأ اشتغل عليه. لا. ال VBN احسن بكتير من الموضوع دوت. اه. لو انتم شغلين مشغل واحد والنسخ الريفت اصلية. والشغلين بيمت وتم و ستين لان هو الاسف غالي. اه. وان كان فترة دي بمدين فترة تجربية. طبعا مش كل الامكانية بس بمدين فترة تجربية. بيمت وتم و ستين هممكن ان يبقى ممسك معكم. لو المشروع هيطول. لا. هتشوف اه حلول بديلة. لو النسخة عندك مش غصبية وهتطرن بش نسخ غصبية. والحاجات دي. لان في مشكلة برضو في موضوع التسعير. السعر اللي ممكن يكون مناسب في اوروبا ممكن ما يكونش منسروا عندنا. طيب. اه. لو احنا كده جينا نبص كل واحد مهتم به الريفت من اي فكرة. انا مثلا مهتم بالريفت من ناحية ان هو بيقلل هادر في الموارد. يعني بيقلل هادر في الموارد. لو احنا جينا نبص كده ان احنا اه. ما بنعملش حاجة وبعد كان أرجع نقصى هادر في الموارد دي نقطة مهمة جدا. هادر في الموارد ده. خطر جدا لان مثلا لو انا محتاج عشان يبني المدينة دي. مثلا محتاج. محتاج. آآ 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 ال فتن مثلا. لو انا عملت تكسير في الحاجات وبدأت اعملها تاني Fucking والحاجات دي كلها. هيبقى في استهلاك كتير من المواد. والمواد دي بش بتاعتنا. دي بتاعت الاجيالة القادمة ف Käنا كده أخدت حق من الاجيالة المفروض الحقيقة دة هفاصلهم. ما مهدرش موارد بش بتاحتي. دي دي من أهم الحاجات. عرضي. الموضوع بريف ابazuكشن أن انا اخلي الحاجات تقل لها في المصنع وتيجي تتركب في الموقع. الموقع بشمهيء ان انا قصر وصلح ومثلا عندي دكتورات ابدأ اقطحها او موصير اقطحها ما ده هيخلي في خطورة على الحاجة ان ممكن انت تكسر حاجة او تعمل حاجة بالغلط حد اصاب تمام يعني متكسفتي غلط ان انا اقطح حاجات فلو انا عامل الرفبريكيشن قوي جدا ومعمول مظبوط في قلب المطنع واركب زي لعب الليجو هيوفر معي وقت كتير جدا هيسهل على الشغل هيقلل المخاطر بحاجات دي كلها مش هيخلي فيها هادر في المواد فدي من ضمن المزايا بتاعت البيم ان انا لما بيبعت المصنع بيصنع الحاجات بالزبط زي ما انا عايز بتبدأ الشغعية ايه افضل برنامج خاص بتسميم شبكات المياه والصرف وشغل الهيدروليكس والهيدروليكا والاحنا ان شاء الله نصب حد في تخصص شبكات المياه والصرف اه اه فيه برامج مثلا زي السور كاد زي البرامج دي متخصصة اه فيه ناس في الشبكات بتستخدم سيفر سري دي فيه برامج تاني بتبقى اقوى بس مشهورة يعني شركة بنتلي جيها برامج كتير قوية اه بس ايها الاشهر طبعا هو البرامج السيفر سري دي تمام بالنسبة للاكواد في الدول العربية حاليا ما فيش اي كود غير كود المصري ده صدر شهردة في ابريل عشرين عشرين وكانت اول مراقشة ليه في حداشر الفين وتمنتاشر وفيه شغل كويس ونتمنى يكون فيه افضل اه فيه كود البريطاني ودلوقتي بقى انضم ليه الايزو متاشر الفين خمسين وطبعا امريكا فيها مشكلة ان كل ولاية بتعمل لها كود خاص بيها اه ده الطبيعي والعادي اه وعندنا السنغفورة عاملة كود ممتاز وفيه دول كتيرة جدا ماشية ورا كود البريطاني تمام زي استراليا زي كوريا الجنوبية طبعات عقوبة حمرايب من البريطاني زي كندا وهكسب فيه دول كتيرة ماشية بنفس الستاندرد دبي عمل خلته كبارة بس ما فيش كود حتى الان في دبي فيه عبارة عن ان المشروع نفسه بيعمل نفسه كود يعني مسلا مشروع مدينة مصدر لمجايف الامارات فيه كود خاص به يعني لو انت شركة واحدة تشغل في المشروع دوت لازم تمشي بالكود اللي هما هيديوه لك تمام دي من الحياة الجميلة جدا يعني والكود هو عبارة عن ايه القود على عبارة عن ان هو بحطه كواعد تقدر تمشي عليها تقولك مسلا لو انت عايز تعمل كذا لازم تسمي البطارية معينة بحيث ان ما تبقاش فيه كل واحد بيسمي بشكل فواحد مسلا يسمي لك جراوند يقول لك شي ار واحد يقول لك جراوند هسميه زيرو زيرو والبيزمانت هسميه بالسالب واحد هيقول لك ايه انا هبدأ اول لح عندي لو بزمانت مسلا عشرة هبدأه بواحد بواحد واللي بعد كده اتنين تلاتة لحد نوصل جراوند مسلا ممكن يطلع عشرة فهتلاقي كل واحد بيخترع فلا هو اقول لك لأ هنلديك طريقة تسمية اللي يبص عليها يفهم الحاجة مش ازاي وفي اكواد بتبقى عبارة عن مثلا خمسين صفحة وفي اكواد ده بتبقى كذا كتاب حسب هم عايزين يخش بدار بالتفاصيل دي يعني كود البريطاني صغير ما يعني تلاقي ست كتب تقريبا كل كتاب فيه مثلا اه يحل نرح الان هذا التعامل الذي تبقى Myth 2. 50 اللى نضعم المتعد على كارت الجاقة وهكذا تمام يعني.. مثلا منتج الغر прокت الشاشة لأنه يدعو اكثر برنامات او او Mitch 3 الدفع كارت الشاشة اللي هتهته عشان يعمل معك فرق غالي جدا فن نعتمد على بيختصها لو انت دفعت فلوس لدفعها فرامات ستلاقي اداء افضل. تمام? اه فلازة بحفظ ايه لسوفتوير وتبدل تشوف الريقوارمنت اللي موجودة. بس عموما الاجهزة اللي احنا نشغل بيها لا تصلح لشغل بيم. ليه? لانها اجهزة يعني اه مفروض انها لحاجات الوفيس. بيولك برسنال كمبيوتر. بي سي برسنال كمبيوتر. فقدامك اختيارين. انتبهل عن بي سي واجيب حاجة اسمها جيمر اللي بتاعت الالعب. تمام? انا اجهز اللي انا في الفاسعة دلوقتي ده جمر. وده هو معقول يعني ما قدرش اقول ان هو ده واو بس هو ده بيقدر غلط معي. والحاجات الثانية ان انت تجيب بوركستيشن بس بيبغي لي. فانا لديت الاقرب لانكنيب بتاعتي ان انا اجيب جمر. وان كنت مش مش غادر دلوقتي بس اسمع وخلاص. بس هو كرش الشيش بتاعه ببقى حلوة الرميب بتاعته حلوة فبقدر اشتغل عليه كويس يعني. بس يعني السبب ان انا اشتريته. بسفيank 3d يعني مش هان فعلش بصور ولا يظهر لازم بشغل برنامج صفيقي دي ووريهم بعض السيكايشن و وقرهم بعض المقاطع وكدة. فالبرنامج مامشي على الجهاز فااضعت ان انا انزل بسرعة لشتري اللي هو اللي هو اليه بكا في السباح صعب الشيء. تمام؟ طيب. طبعا الهاردوير بيبقى تكلفة فتنسوا بتبعامل حسابها. يعني الشركة قبل ما تشتري لا بتتدرس. طب لو احنا اشترينا مثلا غيمات عالية طب كارت شاشة. تبدأ شوف ايه انسب حاجة بحيس ان انت متفعش مبلغ كبير. تدفع مبلغ يعني مبلغ معقولي. وتكون اللي سبب لحته اكثر حاجة ممكن. هل في ايه اسئلة في خصوص البم او غير البم? نتمنى ربنا يعنى ونجبع علي ان شاء الله. طيب بالنسبة لتبني البم. في حد سار سور بس اشوفه. بالنسبة لتبني البم. في تبني البم بالنسبة للدول. ان الدولة تقولك انا اعتمد ان ما فيش حد هيشتغل غير بالبم. بتاع ساعتها كل الناس هتبدأ تابنيه. خلاص يعني لو الدولة قالت البيم اكباري فخلاص ما فيش اي منقشة خلاص هتلاقي كل الناس شغالة بيم تمام فلما بتباد دولة اكباري خلاص بتلاقي كل الناس انا مثلا كنا شغالين في مشروع في قطر كده كباحث مساعدة جامل قطر ان تبنى البيم يعني او خدنا قرار خلاص البيم بقى اكباري بس طبعا مع الناس ده كاتر افاضل هما اللي مسجدنا الموضوع فلما شوفنا الموضوع لانه هو تبني البيم صعب في قطر لان ما فيش الكمية الكافية اللي هتقوم مشروع او يعني اشتغله في البيم هتطار ان احنا ماشي الناس كتيرة وده حصل في في الامارات في اعتقد الفين وتمانية حاجزة كده اه الناس كتير عندها شغل طب هنطبق البيم طب ماشي الناس فتعمل الالة فلازم كون عندك الناس بدأت تشتغل بيم وتعتمد بيم عدد كافي ان انت تقول هتطبق البيم فعلى اللي مسلا يكون في الاربعين في المية مسلا فالناس تبدأ تتجه لحاجة زي كده تمام يبدأ الاربعين في المية دول يعلمه السين في المية البقية لانما لو عدد قليل هيبقى صعب ان احنا تتبني البيم اه بين يوم والليلة تمام اه ده تبني البيم من فوق واسحة بالناس اللي تحت فيه تبني البيم من تحت الفوق وده ضعيف ان هو الشركات بتتدام لك فاميلي للبيم فبتدفعك ان انت تتبني البيم كده حاجة بقى ان هي ايه ده ده كلام يعني في رسالة الدكتوراه يقول لك الشركة دي اه شايفة ان الشركات تانية بدأت تتبني البيم واتطباوه فتقول لك وليه احنا ما ما تبنهوش وتبدأ تطبق البيم وتبدأ تاخد اه نفس الفكرة وتبدأ تاخد تشوف الستاندر وتبدأ تاخد الناس اللي هناك ويبدأوا هم كمان يتبنوا يعني لما شركة تراثكم مثلا تتبني البيم المؤون العرب اكيد هتتتبنى البيم والعكس يعني كل الشركة بتتبنى الشركات اللي حواليها بتبدأ شوف ايه التكنولوجيا اللي هم بتبنيها جديدية مثلا ليه منجمنت طيب احنا عايزين نشوف التكنولوجيا تها هتفيدنا ولا مش هتفيدنا لان كله بيحب يكون موجود في المنافسة يكون موجود في السورة اه طيب انا بشواندس ابراهيم بيسأل سؤال لاتمان كنتم صحيح لو اشتغلت مشروع الريبيت والتيم الهندسي طبعا بنشتغل بقى التخصص هل كده يا سمو بيم ولا ليه اشتراهات تانية غير الان كانت كل حاجة موجودة على موديل على الريبيت معايز سانعة 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 طيب لو انا طب انا اعتقد ان انا فهم المشروع معايز 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 يقول برا معايز المشروع كله على الفكرة بقى مش فكرة ولا مش فكرة انا متبنى ولا يعني ايه متبنى ممكن واحد يكون شغال على معايز اخرى عشان ما كلا معانيز يلا يلا عشان ما كلا معانيش اخو برا يلا تمام انا اسف على الاسعيك طيب انا اعتقد السؤال بيقول لو احنا شغلنا على الريبيت ده كده بقى بين هي ممكن واحد يكون شغال على الريبيت يكون شغال على الريبيت بس شغال عليه مش مظبوط تمام يكون شغال عليه ايه بيرسم وخلاص تمام لا لازم يكون بيرسم مظبوط لازم يكون بيرسم الحيطة حيطة ويحط الماتيريا المظبوطة ويحط المعلومات المظبوطة تمام ما انت ممكن تكون شغال على التكاد الانشائي والتكاد المعمالي او التكاد الكاهروميكانيكل وشغال مظبوط تمام? الاشتراك بتاعنا انه انه لو خدسكشن يظهر معاش شغله مصبوط. طب لو انا عامل حاجة ده تو دي. تمام? يبقى للحاجة ده بيش مصبوطة. لو انا عامل الشغل بتاعي تو دي. يعني انا رسم تو دي لما بتطلع في البلان او سكشن بتطلع مصبوط. بس لما بيخدسكشن مطلعش مصبوط. ده هيعمل لي ايه? لما تجي تعمل كلاش ديكشن. اطلع معاش بيش مصبوط. فده بيبقى حاجة سيئة جدا. انت تظهر عندك الكلاش ديكشن زيرو كلاش. بينما في الحقيقة فيه كلاشات موجودة كتير هتظهر في الموقع. فانت كده بيش شغال بيم. ام تقول ان انا شغال بيم؟ لما يكون الكلاشات مصبوطة. لما يكون الحصر مصبوط. لما يكون انا برسم الحاجة مصبوطة. يعني لما يكون برسم كبل تري كبل تري. لما برسم عمود الانشاية عمود الانشاية. بيش برسم بجي ناريك موديل. وبش برسم حاجة تو دي. يبقى كده ده بيم. طيب. طيب نفتر بقى السؤال. اللي هو انا كمسلا ام انت سمع ميري شغال بيم. وبقيت الاقسام بشغالة بيم. طيب؟ يبقى كده البيم ده كامل ولا مش كامل. اه. ده كده عندي حاجة اسمها البيج بيم والليت البيم. في كتاب كده اسمه بيج بيم عند الليت البيم. طيب احنا لما جاءنا نترجم الكلمة دي عنا تقريبا نسبعين فيها. البيم زيادة القدرات الفائقة. يعني بيم بتساعد منه تماما بتعمل منه بتعمل منه بتعمل منه الحصر بتعمل منه التحليل الانشاقي. التحليل الحراري. التحليل الطاقة كل الامعات اللي انا عايزة بقدر اطلاحة منها. انما مواصل بيه زيادة القدرات المحدودة. ان انا مش قادر اعمل بين ايه? انا معنديش كهروميكانيكا مش موجود بيم. طيب اه طب لو ما جعل من حصر. ما فيش حصر غير للمعماري والانجاية. فده عمل لمشكلة. تمام? فدي فكرة البيج بيم ولية البيم. لو انا عايز استفاد من البيم كاملا. لازم كل الاقسام تكون عاملة البيم بتاعها وتكون دخلها للمعلومات مضبوطة. وكل ما بتدخل معلومات انت محتاجها تكادرة مشروع بتستفاد منها. يعني مثلا دخلت معلومة مثلا اا اا الماتيريال. فلما تيجي تعمل محكاة للماتيريال هيقول لك اه درجة الحرامة سنجوها تبقى كزا. اا الشمس هتبقى عاملة كزا. اليو فاليو هتبقى كزا. كل ما بتدخل معلومات كل ما بيديك الاستفادة بتبقى اكتر. كلم? وحاليا في حاجة من الزكاة الصناعية ان انت ممكن تديره المعلومات ويبدأ هو يشوف لك افضل تصميم يشوف لك افضل حاجة تقدر تختارها. يعني الزكاة الصناعية بدأ يدخل بقوة في المجال دوت. وطبعا احنا هدفنا بش فكرة بيم ولا بش بيم. الفكرة كلها اا ان انت تقلل وقت تقلل تكلفة تزود الكافية. لازمان يقول لك ايه عشان تقلل الوقت لازم هتزود التكلفة او تقلل الجودة. يعني المنثلث لازم لما تلعب في دلع الدلعين تانيين يجوزه. دلوقتي لا احنا في نفس الوقت بنقلل الوقت لان الوقت اللي هو بتاع الغلاطات تحلت وقت الكلاشات وقت ان احنا نوقف في الشغرة عشان نشوف حاجة. قالت الكفاءة بدأت تزيد. لان الكفاءة معناها ان انا ما عنديش كلاشات. اصبح الموضوع اقوى بكتير. التكلفة بدأت ايه? لان الهادر اصبح ايه? يعني الهادر عندنا انواك اكترا من الهادر. فانت بدأت تسيطر على موضوع الهادر دوت من خلال انت عندك المعلومات. من خلال انت بتتفادك لشات مسبقا. من خلال انت تاخذ الكرارات من الاول بدك. من خلال انت منظم الشغل والناس فهم الشغل والناس فهم انت عايز ايه? يعني في اللواحة دي ممكن المشروع يبدأ ويخلص. ومثلا مهندس الكهرباء يشفهم مهندس المعمار عايز ايه? ممكن يكون مهندس المعماري يعمل حاجة جديدة شوية وماشرحهاش بكتير. فبش جاية بشكل حلو. طيب الوقت في عمل الموضي الاول مشروع بيكون كبير جدا. طيب هو بيكون كبير لسبب ان احنا ما اشتغلناش رفت كتير فما عندنش المكتبة الكافية او ما عندنش الخبرة الكافية. تمام? هو اه بياخد شوية وقت بس مش مش بالكبير او يعني. يعني انت مثلا اه لو انت عندك كل الفاميلي اللي انت محتاجها في المشروع لان انت اشتغلت مش جاية زي كده. هتلاقي ان انت ما بداعش وقت ان انت تدور على فاميلي معينة. ما بداعش وقت لان في حاجة بيش قادر تعملها مسلا يعني عايز تحوكت مسلا باب في قلب مسلا اه 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 حاجة زوجيجية فبش رضي تيجي معيك فعملت فكر اعملها ازاي وحاجة زي كده. لا بتلاقي الموضوع بيبقى سهل. يعني الوقت بالنسبة اللي قالنا في في البيم بيوفر معي كتير اوها. حتى في اول المشروع في اخر المشروع. بيكون اقلب كتير من الهيطوكات. لان بتقبل بترسم خطوط وترسم افست والحاجة دي كلها. بس محتاج ان انت تكون شغلت مشاريع كتيرة. لما تشغل مشاريع كتيرة هتلاقي نفسك اه خلاص انت مجهز التمبلت كويس. لو التمبلت بتاعك كويس. هيوفر معك وقت كتير اوي. التمبلت بيوفر وقت كتير. لان ليه? لان خلاص انت الاعدادات مظبوطة بتبدأ ترسم ما بتقفش عشان مسلا جيت تطبع فى لقيت الالوان مش مظبوطة فبتقف تتزبطها ولذلك احسن تنبلت شغلت فيه تاخد الملف دوت ايا كان السوفتوير اللي انت شغل عليه وتاخد المشروع وتنظفه وتخلي هو ده التمبلت بتاعك. يكون في اخر حاجة انت تشغل عليها اخر اعدادات مناسبة للطباعة عندك. تمام? وطول ما انت شغل حاول تبقى عندك التمبلت حاول تبقى عندك الستاندرد بتاعك حاول تبقى منظم شغل بتاعك ولو احد عنده اي مشاكل في اي حاجة يتكلمني ونبدأ ان نحاول نحلها ان شاء الله. تمام? آه هل في اي حد عنده اي اسئلة او في اي اعتباض على اللي انا قلته? نبدأ ان اتناش فيها ان شاء الله. طيب لو انا عايز ابدأ كشخص ابدأ ازاي? تبدأ بان انت آآ افتح موديل ستب البرنامج افتح موديل بص فيه. آآ شوفوه افتح افل البرنامج وافتحه تاني. آآ بعد كده ابدأ شوف دروس آآ ابدأ شوف دروس نت على على يعني شوفها على نت آآ او قدر من اي حد بصحابك او وعد ما حد فهم البرنامج يبقى شرح لك الفكرة تاخد فكرة عامة على الموضوع. وتبدأ تطبق اهم حاجة التطبيق. ولو عايز تاخد تروح مركز آآ ما فيش مشكلة بالعكس بتديك كوة في ان انت بتتحتكب الناس. بسهل ما كان انت تشوف الفيديو بحيس ان انت تشوف هل الموضوع ده هم ناسي بيك ولا اه. بدل ما تروح مركز وتدفع فلوس وفلاخ وتلاقي ان مش هو ده اللي انت بدر عليه. اخد فكرة بسريعة سواء مسلا تساعد تحدي مسحابك او كده بتاخد فكرة على الموضوع. ايوه في سؤال بيقول ما فيش صبورتات في كل الزرات الريفت. بيتكلم على الهنجر بتاع التكييف كده. لا هو موجود. موجود في جزء بيه الفابريكيشن. تمام? هو موجود في الفابريكيشن. وموجود بشكل قوي جدا ان انت ممكن انت تخليه يعمل للسبورت. ويبقى هو اوتوماتيك بيوصل لحد التسليح بتعددره لفوق. فلو دخلت في الفابريكيشن هتلاقي موجود ان انت تدعم للسبورت. ليه الكيبر تري والبيب والليه الدكتورت. تمام? وزي ما بيقول لك بتلاقي ادنس بيتوفر الحاجات اللي نقصة فيه البرنامج. واحنا نتكلم عن البيم عموما مش على الريفت بس. اه هو الريفت الاشهر في برامج البيب في المنطقة العربية. انما في اوروبا فيه برامج تانية كتيرة منتشرة. المانيا اللي هي برامج منتشرة وقوي جدا بس للاسف قفلناها عن نفسهم فبتلاقي البرنامج ده بالالماني بس. اه ودلوقتي بدأوا يعملوا حاجات حلوة قوي. ان كل البرامج بتاعة البيب بتصدر لحاجة اسمها اي اي افي سي. تمام? ال اي افي سي دوت ده امتداد بحيث ان انت تقدر تشغل با اي برنامج وتكمل وكسم التاني شغل ببرنامج اخر. يعني اسمي مثال لو انا شغل ريفت بشغل باربتي. لو انت شغل بلاند بشغل ببرنامج اخر. امتداد اخر. لو انت شغل بالتيكلا او باركيكاد شغل ببرنامج اخر. فلاسه مش لكل هتشغل بنافسي حاجة? ولا هينفع ان كل واحد شغل بحاجة بالبرنامج بتاعه. ويصدر ليه الامتداد له اي افي سي. لو انا صدرت من الريفت ل اي افي سي. يقدر اركيكاد اشتغل عليه. ويقدر التكلا يشتغل عليه. على قل يعمله اكستريف او يسحبه عنده كملاف خارجي ويبدأ اشتغل عليه. طيب تعالي نشوف السؤال ده انا عجبني. المهندس ابراهيم بيقول له اشتغلت مشروع كاد ومشروع بيني. اشتغلت نفس المشروع كاد واشتغلته بان مثلا. اكيد البيم قيمته اعلى بالنسبة للعميل. لو مش فاهم مش هفري معين. هتكلم معاه ازاي لان اكيد قيمة البيم هتكون اعلى. طيب بص استرد الفضل. غالبا العميل بيركز على الحاجة معينة. توفير التكلفة او اول وقت. غالبا التكلفة. والعمل التاني الوقت. تمام? طيب. ممكن تتكلم معاه في ان توري المشاريع انت اشتغلت فيها وتقول له احنا وفرنا تكلفة قد كده. ودرنا نشغل في الوقت العادي والكاد تتأخر الشغل وحاجات زي كده. من غير كذبه ومعلومات حققية وكل حاجة. تمام? لان انت ممكن تتكلم معاه في حاجات تانية تكنية مش تفري معي. يعني دكتور الجامعة ممكن تفري معاه حاجات اكتر من الحاجات دي. انما بالنسبة للعميل كل هامه ان هو يوفر التكلفة وان هو يعلل الوقت ان هو يزود الكيمة. وممكن تدخله من مدخل تاني ان انت هتعمل الفصيلة من اجيبك. يعني تقول له تكلفة بتوفر مسلا ون دولار في ال soort destruction هتوفر شفicas اعتقد 20 دولار في موضوع الابريشن والمينتننس والتشغيل والإدارة والسيانة هيوفر مثلا مية دولار تمام ده ده طبيعي يعني لان على الولاد طويل بيتوفر اكتر لان التشغيل طبعا بيقعد فترة اطول لو احنا التشغيل في الدزاين مثلا ست شهور والتنفيذ مثلا خد منك مثلا سلاتين ثلاثة فاكيد المبنى هي وقت مثلا تلاتين اربعين سنة فلو هو عمله موضوع فاكيد المبنى بسعر اغلى يعني لو هو مثلا مبنى بمليون ممكن يقول لهم ان انا عمل في نظام فاكيد المبنى بشكل فلاني هبيعه مثلا بمليون واثنانف لو هو اخد ليد تمام بلاتينيوم او زهبي ممكن يزود له مثلا مية الف او ماثنين الف لان هو بيبع معروف ان المبنى ده هيوفر في التشغيل بتاعه فالعميل هتطنع بان انت بتركز عن نقط اللغة بيحبها النقط اللي هي تدخل دماغه توفير الفلوس التقليل التقليل الوقت وان ان انت بتزود الكفاءة بتاعت المبنى او بتقلم شيء طيب ايه هي العيوب في تكنولوجيا البانية تمام سوال ده جميل بص يا سيد الفضل هي في بعض الحاجات حتى الان بش موجودة تمام بمعنى ايه بمعنى اه ان هو ما ادارش يتعامل مع ان مفيش فلوس يعني حلاها ازاي يعني ده السؤال ده جال كتير وبالذات من البلد بنزك لأسام البلد يعني انا دلوقات مثلا المنترية مش موجودة تمام مش يعرف هو مثلا عايز اقول له اه 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 اخارت مش مش هيقدر الدفاعات بتاعت الفلوس مش مقدرش تعمل معها تمام دي من ضمن النقط طيب ايه سؤال حلو هوت هنجواب عليه ففي بعض الحاجات هو مثلا مش قادر يدخل مع ال اي ار بي دلوقات بدأ فيه من خلال اتو ديسك الفرج الناس تربوا بين ال اي ار بي اللي هو ادارة المخازن يعني ايه لما يكون في مثلا البم مثلا بيقول ان في يوم كزا محتاجين مثلا ميت باب فالميت باب دول اللي اح محتاجينه في شهر اربعة فهو ممكن ما يكونش موجود في المخازن فدلوقات بدأ يربط بين المخازن دي احد العيوم يقول له مثلا انا عايز في شهر كزا تبعتلي كزا هل موجود عندك لا لو بيش موجود دي بعتعتها فدي من ضمن الحاجات تمام اه في بعض اه في يعني في بعض الحاجات اللي لسه محتاجة تطوير زي بالذات الدفاعات النقدية وكده بس بدأ ان هم يشوفون الحلول عشان يتعاملوا معاه في بعض الدرسات كزا يعني اعسي بالمثال مثلا ممكن تربط البعض الرابع بالبعض الخامس بحيث ان انت تبع عارف ان في شهر كزا اه انا تقول له مثلا ان انا عايز مليون دولار مثلا يقول لك المليون دولار دول مثلا هكفوق ستشهور قبل ستشهور دول لازم توفر فلوس عشان المشروع يكمل تمام فدي من ضمن الحاجات اللي كانت عيوبه بدأت تتحل تمام طيب لو فيه مفيش موارد اصلا يعني كان فيه ناس عايزة ايه اه لما يجيب لي التكلفة يجيبها لي بسعر السوق النهاردة يعني انا عندي مثلا اطلعت الجدول يقول لي تكلفة الحاجات دي بكزا فلازم هو يتواصل لازم هو يتواصل مع المواردين تمام دي من ضمن الافكرار اللي الناس قالت عليها ان هو لو حد مبارمج جدا يعملها يشوف المواردين الموجودين ويقول له السعر حاجات دي كام النهاردة فيقول له مثلا دي بعشة دولار يروح كتب عشة دولار بحسابلة ويقول لي تكلفة المشروع ده لو نفسه النهاردة بسعارته النهاردة هتبقى كزا دي من ضمن الحاجات اللي مليس متعملتش ممكن في ناس شغال عليها بس كام مشاكل كده تقنية زي ان المواردين ما بيرداش يقول لك يقول لك سعر انبوكس يعني لازم كنت تكلموا بالتليفون عشان يبدأ يشوف الحلول دي طيب انت وزير الايف سي سعب ببقى في مشاكل اه بس كل كم شهر بتلاقي فيه اوب ديتد وفيه حلول يعني المشكلة دي كانت من كم سنة كان فعلا الايف سي متضمر خالصا بدأ يتطور بدأ يتطور بدأ يتطور دلوقتي اصبح معقول لحد المال بنعتمد عليه بشكل كويس موضوع الايف سي دلوقتي ما بقاش ميف بس بالنسبة للاول لأ بقى فيه تصوير لانهم كل شوية بتطور فيه طيب في حد بعد سؤال ايه وجهة نظرك في الشركات اللي مش قادرة تاخذ قرار اللي اعتمد على الريفت مع العلم الكوادي الموجودة بص هو الفكرة كل واحد بيبصت من وجهة نظر هو تمام يعني ما تقدرش تلومهم قوي تمام اول او في حد مسلا قال لهم لا احنا طبقناهم وما تطبقاش صح لان كل حاجة بيبقى ليها الطريقة في التطبيق على سبيل المثال الادارة المشاريع ممكن تيجي تطبق ادارة المشاريع رغم انها نجح في دول كترة جدا وتفشل معاك تمام ليه ليه تفشل معاك لان انت مسلا اه احد الشروط اللي اقول لك على سبيل المثال في في مثلا الناس جاءت تطبقى البيم وقال لك احنا نطبق البيم البيم الحلو قوي كل مشاريع من اول نهاردة كل الناس هتاجه البيم طب هما ما كلهم تاجه البيم المشاريع مرتبطة بوقت والناس لسه اول مرة تشتغل فاكيد سرعتهم بش زي لما يكون شغالين على التوكيد لازم لما تجيهم مشكلة بيقفهم بتعطرهم فاميلي نقصة فهتطر ان نعملها هاخد وقت كتير عشان نعملها اللي ما عندش مكتبة تبام ففي مشاكل جت نتيجة التبني السريعة فده ممكن يوقع المشروع ممكن يوقع الشركة ممكن يوقع الافراد لان الموضوع بيتم في كتابا عامله لو حد عايزه يقول لي وابعتهله عن نزاية تتبنى البيم في الشركة لازم تختار فري صغير كده تقول لهم ابدأوا يديهم حاجات صغيرة يبدأوا بيها على سبيل المثال احنا مسلا لما جانا تبنى البيم في حاجة الشركات اتفقنا ان احنا هتبنى البيم والمشروع كان عبارة عن مجموعة من السجور قلنا هنتبنى البيم في غرفة واحدة والحمام بتاعها مطبخ صغير حاجات كده ايه يعني لما تجيب بص ايه اخواننا انتوا بتستعبطوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده داي غرفة وحمام مش مستهل لا بس عملناها معماري وانشاي وكهروميكانيكال ومن اول البداية الفكرة لحد اتباعها لحد تصدير الاتفكات كل حاجات دي حلينيها فلما عملنا ده بس هل نحن نعمل ايه مبنى روح ناخدين مبنى تين وعملنا ايه مبنى تالت وبعد كده المشروع كله كان مشروع ضخم جدا وعملوك اه تعمل كله بالبيم بس كانت البداية من الحاجات الصغيرة دي اللي هي الغرفة مع مع المرفقات بتاعتي تمام لما عملنا كده وكانت تجربة وكان محطوط اوه ممكن تجربة تنفع وتفشل كان الموضوع ده لسه في الفين وتسعة تقريبا عشرة كان الموضوع لسه جديد فلما عملناها ونفعت بدأت الناس تتبنيها لو كنا لقدر الله فشلنا كان اوه ممكن نرمي الموضوع وما نكملشي تمام فهي الفكرة كلها احنا كنا بدينا بخطوات صحيحة ان بششير كلها تاجت للبيم لأ مجموعة صغيرة في حاجة صغيرة بيش مزنوعة في الوقت تمام يعني لو احنا كنا لازمنا نفسي ان احنا نعمل في خلال يومين ممكناش نجاحنا لا احنا بوقت معكم مفتوح والمملكة الحاجة دي لو ما سلمتش بش مشكلة يعني ممكن تتأخر خالص بيش مش هي دي اللي يفعلها المشروع وكان واحدة واحدة وكان معنا حد فاهم في البيم فقدرنا ان احنا نطلع على شغل كويس دي فكرة التبني البيم ان احنا ما ندخلش بفرد العضلات واحنا اشتغلنا الاجهزة وشغلنا الى صفت وير والناس كلها هتبدأ تشغل بيم مع اكيد ان لو احنا كلنا اتجاهنا في بيم في نفس الوقت هنسأل مين اللي هنسأل مين هتلاقي الموضوع كله في لغباتها طيب في اي حد عنده اي اسئلة ان شاء انا احسن ان اطولت عليكم والناس عايزة استحروا اتنامك كده لو في اي اسئلة تحت امرك وانا طبعا شاكر اليكم ان انتوا استحملتوني في طبعا شغل في البيم بيقى في مشاكل كده ليه ما بيعملوا موديلنج للقوالب الخالصاني في البيم كيف يتم حساب القوالب الخالصانية المستخدمة في البيم طيب انت ممكن تعمل حاجة في القوالب الخالصانية انت تدعى لو عايز تحسب القوالب الهاتف ممكن تعمل معادلة بسطة في الاسكادول يعني تحسب الكتلة مثلا على انت عارف مثلا كتلة الحاجة ديها الدقيقية وتقسمها عليها هتطلع لك الرقم اللي انت عايزه يعني لو احنا عايزين نحسب حاجات بنعمل الاسكادول وبنضيف كالكوليت برامتر ونحسب اللي احنا عايزين في حاجة كترة كده يعني بدي سعاد بنحط نسبة معينة اه باشا انا مقدرش ازهر من الاسئلة انا تحت امركم اعني لو عايزين الفجر ونصحر مع بعض انا تحت امركم معايكم ان شاء الله تمام فا اعنا مثلا احنا كنا شغالين في مشروع حقيقة كان عبارة عن بورجين كان معنا واحد متخصص في جي سي اس جي سي اعتبر هو الليد في قطر تمام فااااعملنا له معدلات بحيث انه ما ما يعملش حال خالص يفتح يلاقي المعادلات جاهزة ملف المكتوب فيه جي سات والحاجات اللي هو خاصة به مكتوب عليها جي سات يفتح يلاقي الجدول جاهز وفيه لو فيه حاجة خطأ باش محقل حاجات ديت بيتاخد اللون الاحمر تمام فكان الموضوع سهل جدا بالنسبة له هو ما قلناه ما تتعلمش رفيت خالص او واحنا مش عايزين منك تعلم رفيت تمام يعني بصنا كان في كود نوعين في كود امريكي كان في كده مين المطلوب منه يتعلمي طبعا ما امريكي كان لازم يتعلمه البيم بس الرجل بتاع الحصر مش مطلوب منه يتعلم حاجة جهاز له الجداول بحيث ان انت هتصدرها له وياخدها جهازة بتاع الجي ساس لأ جهاز له انت كل حاجة بحيث ان هو اخدها جهازة فكان مثلا فيه نسبة معينة عشان تاخد نجمة معينة ان انت مثلا تبقى حاجة معينة تمام حاجة مثلا مثلا 20-20-80 و هكذا بالنسبة المساحة الخطراء فاحنا عملنا له جدول بسيط هو يبدأ يحسب الفلور و يبدأ يشوف ادي احنا ما عملينها خضرة و اديها عملينها خرصانة و يديروا اذا كان نحققنا الحاجة او لا فلو ما حقناش بنبدأ نشوف حلول تانية مثلا هنزرع في السطح هنزرع في في البالكونة هنرى تحت السرير يعني اي حاجة هنصار فيها بحيث ايه ان احنا ناخد النجمة تمام فهو الموضوع ممتاز جدا الموضوع اللي هو تبني سواء لشخص او لدولة او لشركة بكويس بيخليه على ابتراك في المنافسة بيخليه مستمتع بالشغل يعني خلينا الكلام بصراحة انت بتزهق من من الشغل في الكاد انما في البعض بمزعش عشان ننقل موديل من برنامج لبرنامج الاف سيب عشان تشتغل على اكتر من برنامج في نفس المشروح تمام يعني لما ده بتكلم لغة ده بتكلم لغة فتحط الاثنين مع بعض تمام فعشان تصدر لحاجة يبقى في لغة وسيطة يبدأ يتكلم بيها لو ده بتكلم عرب ده بتكلم انجليزي تمام بتلاقي فيه مشكلة فهو لغة مشتركة الريفت مثلا بتصدر افسي والاركي كادي يقدر يسحبه ويبدأ يتعامل معي طيب معنى مثلا نقل الموديل من الريفت للمكس صعبة مشتركة من البرنامج طيب بص ده فضل الريفت لما تبعت للمكس انت بتفقد الانفورميشن الموجودة انت بتدخله على المكس عشان حاجة واحدة بس عشان يعمل الرندر تمام بش بتعمل يعني هو بش هيستفاد من المعلومات تمام بعمل رندر واحنا بسعاد بنعمل كده نعمل الموديل كله على الريفت وندخله على المكس نعمل رندر وكان الله بسرع عليه تمام بتعمل رندر بقى صورة تعمل فيديو زي ما انت عايز فهو بش محتاج الافيس لأ سعاد بنصدرها بالافي بي اكس عشان نحافظ على المتاريه تمام ويسعاد بنعمل رندر ببرنامج اليوم مثلا اه كيف يمكن حسابك سوينشن جوينت لو هي الفاميلي بتبني من الحصر اللي هي الفاميلي نعمل ممكن يحصل تغيير في المشروع بعد المطبع عليه اه طبعا دي حاجة اسمها شينشي اردر ودي بتحصل كتير جدا وقولك بس التعديل بيبقى اسهل من الاتكيد يعني التعديل في moora يدور الاول معماري مستوكيل عند الثاني ميكانيكل موكوش ضعوب بعض ممكن تتعدل هنا وبتنسى تتعدل هنا. ممكن تكون مثلا عندك مصورة نازلة فانت عدلتها بس انستاذ تعدي رشافتي في الدرور اللي فوق. مكانش في دماغك انها مكملة مع بعض. انما لأ البيم متكامل مع بعض. لو انت حطيت مثلا ماكنة مثلا لها. كل تركيزك في لوتو كاد ان انت بتوصل بتكييف. لا لازم كهرباء. ما لها تشغل ازاي. فانت بتنسى. لازم توصل لها المية او توصل لها الدرينيج. توصل لها حاجات دي كلها. فكل الحاجات دي لازم تكون في البيم بينبهك. بيبدأ يديك نوعا كده. لو اي حاجة مش متصلها. بيتم تغيير الموديل كل ساعتها. بتبدأ تشوف ايه التعديلات اللي موجودة. طيب تعالنا دي حاجة اسمها شينشوردر. شينشوردر غالبا بتحصل ليه? لان في ميس اندرستاند او في عدم تهم او الصورة بشواصلة بين الاقسام الاختالفة. كل واحد فاهمها بشكل. المالك عمال يوسف حاجات. والمعماري بيفكر في حاجة والمانجر بيفكر. كل واحد بيفكر في حاجة. طب. الحل ايه? الحل نحن نعملها بيم وتبدأ تعمل في الرياليتي. بيلبس نظارة. بيحس ان هو جوه المبنى. ويبدأ يقول لك التعديلات. لان هو الشي يجي ان هو جي اخر مشروع بيبوست. لا مش هو ده انا عايزه. يا عمم هو ده اللي انت قلت له. لا ده انا قلت لكش كده ده انا قلت لك كده. طيب ايه الحل ان انت تبو شايفين الصورة مع بعض كاملة. فبنعمل الموديل وبعد كده بنوارهه له صورة دي. بنوارهه له تفرشه على الريالتي. بيبدأ يشوفه. ولو عند ايه كومنتات يقول لك لا يقول لك مثلا ده انا حمس بأحد عايز فو السطح. لا ده انا عايز السور يبقى عالي عشان من الجرام ما يشوفونيش. لا ده انا عايز كزا. كل واحد بيبعز حاجة. ولولا قصرت الاضواق لابارة السرعة. تمام? واللي ما شافه ليه شار يقول لك ايه الكل ساقطة لقطة. وكل كاسدة لها سوقه. يعني كل واحد بيميل لحاجة معينة. تمام? فهي الفكرة اللي كلها في كده ان لازم تبقى الصورة واحدة لنا وكلنا وده اللي بيسهله موضوع البن ان انت شايف الحاجة هتبقى ايه في المستقبل. يعني احنا لسه ما بحط ناش حجر الاساس ومعاك الصورة كاملة للمبنى. فلما لبس المالك النظارة لا ده انا مش عايز كزا ده انا عايز كزا. فبدأ يبقى فيه كلام. بدأ يبقى فيه كلام اسنان مرحلة التصميم. آآ بدأ مسلا مهندس الميكانيكي لاحظت حاجة معينة فيطلبها. فبدأنا نتنقش في المبنى لحد ما وصلنا الارب وافضل حاجة من كده. التعديل بيكون اثر في في البيميل لان التعديل مرة واحدة بيعدى في كل اللوح في نفس الوقت. ايه محتاج بس اللي كنت شغال بيميل يكون حابب بالبيميل حابب فكرة. بيش حابب يخلص المشروع خلاص لان محتاج ان هو يكون ايه حابب بالشغر البيميل وستنتابيه. لان هو بتحسك ان انت فعلا الحاجة اللي انت بتعملها هي دي اللي بتحصل في الواقع بيش بترسم خطوة خلاص. في ناس بتكره البيميل سبب. اسباب كتير يعني بس خلانا ناخد سبب انا شفت من نفسها اه ان هو متعود في كات بيرسم خط وخلاص وش فاهم هو بيعمل ايه. انما في البيميل لان ده تفل كتير عن سبب مسال لو شفنا مثلا مضوع الصرف مثلا. هو متعود دي ياخد الحد ويحط خط ويرجع للحطة ونروح واخد خمسة ويخرب. انما لا ده مفروض في تربة موجودة وبعلي كده تنزل تاخد زوائي معينة وبعلي كده تحط يعني الكصة طويلة كده هو بيحاول يهرب منها. تمام? هو لما يجيش تعملها هو باش فهم التفاصيل دي لانه هو ما نزلش موقع ما تفهمش تفاصيل بتاعته. لو هو فاهم الفكرة هيستمتع بيها هو هيستمتع بيها هو يحتجل يحل المشاكل الليء تمام؟ لو فيه اي اسئلة بعد ازنكو عشان ماكنش توضع حاضرикو. وتمنى كن الموضوع بسيط وتمنى لانناس تتبنى فكرة ب 살� violently نفسهم يعني ان انت هتبنيه هتلاقي فرص افضل هتلاقي هو مطلوب في السوق فهتلاقي فرص كويسة ان شاء الله آآ برة حتى في الدول الاوروبية بدأوا يهتموا بيه جدا بدأ يليقى كويت بدأ يبقى مطلوب في السؤال العمل بدأ مطلوب في مكترا جدا وفرص حلوة في امليكا بريطانيا في دول اوروبا فربنا مفاك ان شاء الله الله امليكا بشوانتز جدا كون لكم الخير ويعني انا اسف على المشاكل اللي حصلت النهاردة واتمنى ان شاء الله يعني يكون مضعوف في بيزن الله شكرا لكم جميعا جدا كون لكم الخير